السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا تعلمنا مسبقا احبائي عن الاعداد واحد اثنان ثلاثة احسنتم واحد اثنان ثلاثة واليوم سوف نستقبل عددا جديدا وهو العدد شو هو اليوم العدد اللي راح نستقبله يا طلاب الاحباء هو العدد اربعة جميل جدا اهلا بك يا عدد اربعة حبائي بالعدد اربعة الو شكلين الكتابة اما منكتبه على هذا الشكل او بالشكل اللي هو هذا اللي باللون الليلكي اذا العدد اربعة يمكن كتابته على شكلين مختلفين اما بهذا الشكل او بالشكل الاخر وهيا بنا الان نحصي الاعداد التي تعلمناها حتى الان بدنا نحصي يعني بدنا نعد الاعداد اللي تعلمناها لحد الان هيا بنا واحد اثنان ثلاثة اربعة مرة اخرى واحد اثنان ثلاثة اربعة هيا بنا الان نصفق اربعة مرات واحد اثنان ثلاثة اربعة احسنتم هيا بنا نرفع ايدينا الى الاعلى اربع مرات واحد اثنان ثلاثة اربع احسنتم انا اعلم انكم تتحركون معي حبائي بتحركوا معي عشان نتنشط بنعمل حركات حلوة وقفوا شوي تعالوا تنوقف كفوا رجاءا هيا بنا نقفز اربعة مرات سوف اعدوا اربع مرات وانتم عليكم القفز انا بعد وانتم بتكفزوا جاهزين وقفوا شوي شوي بستناكم يلا نعد واحد اثنان ثلاثة اربعة هيا بنا ننحني الى الامام اربع مرات كيف كنا بالصف نعمل تعالوا انتمل لك الدم بدنا ننحني واحد اثنان ثلاثة اربع جميل جدا هيا بنا نلف اربع مرات بدنا نلف جاهزين يلا شوي شوي واحد اثنان ثلاثة اربعة جميل جدا هيا بنا نجلس بهدوء ونكمل حصتنا لهذا اليوم سوف ننتقل الان الى كتابنا كتاب المسارات كما تكلمنا مسبقا مثل ما حكيت انه انا اسمي ايمان كتابنا اسمه مسارات هيا بنا ننتقل الى كتابنا كتاب مسارات اها لقد وصلنا احبائي الى صفحة رقم انظروا في الاسفل طلعوا هون تحت حبايبي احنا بصفحة رقم 12 اثنى عشر احنا بصفحة رقم 12 بصفحة رقم 12 في هذه الصفحة سوف نتعلم الان عن العدد اربعة وعن كيفية كتابة هذا العدد بشكل صحيح لدينا هنا اشارة فيديو جميل جدا هيا بنا نشاهد الفيديو سويا هكذا نكتب العدد اربعة انظروا نسير على النقاط نتبع النقاط انزل بخط مائل امشي بخط مستقيم ثم خط عمودي انظروا بالقلم السحري احاول هيا بنا نحاول مرة اخرى مجددا حبابي تعال نحاول امسكوا اصبعكم اللي انا بسميته القلم السحري تعالوا تنكتب بالهوال العدد اربعة واحد اثنان ثلاثة هكذا نكتب العدد اربعة كثير سهل وبسيط اهم اشي اني شوي شوي اكتب جميل جدا ببدأ من النقطة خط مائل خط مستقيم وخط عمودي احسنتم اذا احبائي تعلمنا كيفية كتابة العدد اربعة بالشكل الصحيح تعلمنا كيف اكتب العدد اربعة بالشكل الصحيح طلعوا من هاي النقطة انزلنا خط مائل هذا السهم بشرح لنا كيف انا بكتب شوفوا شوي شوي بنزل خط مستقيم بتتبعي السهم طلعوا وبعمل خط بخليه ينزل لتحت جميل جدا اذا بتطلع هون وانتو كل ياتكم انا متأكدي انو كل ياتكم تعرفوا لما بشوف النجم هون شو معناها ملصقات يعني بدي استعمل الا وزم جميل جدا بفتح كيس اللوازم بطلع دفتر اللوازم بهذا الاطار بدي اكيم الايد اللي عليها ست اصابع يا معلم ايمان عشان يجينا عمه خربوت كلا كلا بدي اطلع اكيم الملصقة اللي عليها فقط اربعة اصابع بكيمها بحطها بلصقها هون في هذا الاطار ثم انا صرت ذكي والبنة صرت ذكية بدي اكتب العدد اربعة شوي شوي على النقاط زي ما انا تعلمت ثم بكتبها من هاي النقطة بطداء على النقاط شوي 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 وبنزل بكتبها على بداية كل نقطة من هون وهون وهون كذلك الامر هون وهون 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 وشوي شوي العدد اربعة لازم يكون بين هذول السطرين السطر الفكاني والسطر التحتاني عشان عمه مزبوط ييجي وشوفنا واو كاتبين بطريقة حلوة احسنتم يا احباي بعد ما كتبنا العدد اربعة والصقنا اليد اللي عليها اربع اصابع باجي على التمرين الموجود هون طلعوا لي مع بعض موجود في عنا هون في سؤال رقم تسعة بيقول لي كم وسيلة نقل اللي يوجد في عندي هون وسائل نقل بدي احصيها يعني بدي اعدها واكتبها على هذا السطر كمان هذا السؤال رح يكون وظيفة لما انا بدي اعد وسيلة نقل بعلمها مثلا انا بعلم هاي وسيلة النقل بقول واحد بحط عندها هيك بكلم الرصاص خط عشان انا ما اتخربطش لما انا اعيد شوي شوي مثلا انا بعطي مثال بدت من هاي السيارة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة بعد هاي كمان مرة لا ما بعدها ليش لاني عديتها عشان ما اتخربطش بحط هون اشارة وبكتب كم عدد وسائل النقل الموجودة هون على السطر وفي القسم باب بفي عندي هون كم حيوانا يوجد نفس الشي بدي اعد هون الحيوانات الموجودة واكتب عددها هون اذا في الكتاب مطلوب مني اولسك كف اليد اللي عليها اربع اصابع اكتب العدد اربعة واحل التمرين رقم تسعة اللي هو الف و با ثم حبايبي بدي انتقل لورقة العمل اللي معانا ورقة العمل اللي معانا جدا سهلة و سريعة لليوم طبعا هاي العدد اربعة انا اتعمت انه افرجيكم العددين حلو انه نشوف العدد اربعة كيف بيكون بشكل بالشكلين اللي 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 العدد اربعة اللي عند اربعة سلاحة في الحلوات هيا شكله هون كذلك الامر هون بدي امشي على النقاط واكتب العدد اربعة هذول النقاط حبايبي شوي شوي باكتب عليهم ثم التمرين الثاني طلب مني اني هيا نضع دائرة حول العدد المناسب للكمية المعطاط ثم نلون اه لم انا باجع لهذا التمرين هون هذا الاطار المربع في عندي هون واحد اثنان ثلاثة اربعة من من بين هذه الارقام هو العدد اربعة هل هذا العدد اربعة كلا كلا انه العدد اثنان هل هذا هو العدد اربعة كلا كلا انه العدد ستة احسنتم عامل جنباز رقم ستي لفوق مزبوط رقم تسعة ماله كاعد زي الملك اما العدد ستي فعامل جنباز اذا ما تبقى لدينا هو هذا العدد وهو العدد اربعة بحض دائرة على العدد أربعة وبلون الأقلام بألوان حلوة كذلك الأمر بالجوارب وفي الأزهار وبالكرة المعطى أحبائي كانت هذه حصتنا لهذا اليوم أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم معنا أتمنى أن ألقاكم على خير بإذن الله تعالى بظل عنا حبايبي كتابة العدد أربعة على الدفتر إن شاء الله رح أكتب الملاحظة على اللايف توب وأرسل رسالة للأهل بإذن الله تعالى أحبائي ألقاكم على خير وإلى اللقاء مع لقاء آخر